والله أنه موضوع من جد يحز بالخابر اللي هو نسبة المبيعات حنا كنا على شيء واضح خمسين في المية خمسين في المية أنا ما أعترض أبدا على قرار الإدارة قرار الإدارة يحترم وأنا ابن الكيان وهم اللي طلعوني للناس بعد توفيق الله هم اللي طلعوني للناس وساعدوني وبالعكس أبو صالح إبراهيم الحسين أبونا أنا ما يحسسنا أنها مالك قناة يحسسنا أنه أبونا وحن عياله وأنا كل ما قابله يدري بالشيء هذا أقول أنا مثل صالح عندك ونحترم الإدارة في أي قرار يقولونه بس أنا شوف فيه نوع من الظلم أنك تكون على شيء واضح إلي نهاية البرنامج خمسة أيام تنقلب الموازين رأسا على عقب فستين في المئة باقي فممكن يحصل عليها شخص ما كان مرشح يعني الحظوظ كانت متساوي يعني لو كان شيء هذا من البداية فكل أنه بيعرف نفسه وكل أنه بيشد حيله من جميع النواحي أنا كنت شاهد الحالي من جميع النواحي فيطلع من السلامة ما أدري الحين الآلية التصويت وهذه لو كانت بنسبة أقل وكان المبيعات بنسبة وافية مثل ما كانت خمسين في المئة لأن الناس اللي وراي يدفعوا يدفعوا مبالغ كبيرة جدا حققت سيد الاستثمار سبع مرات الحين ما كني ولا شيء سويت أبدا بأخذ العشرين في المئة والريالتي والتصويت ما أدري أهل لكن الله يسر الأمر الله يسر الأمر ويزينها